صباح الغد كابتن سمير عدلي المدير الإداري والكابتن خالد بيبو مدير الكرة هيكونوا موجودين في تونس عشان التحضير لكل هذه التفاصيل ملعب التدريب طبعا الأهلي غالباً هيتضرب على ملعب الجامعة التنسية يوم الخميس ملعب المباراة يوم الجمعة والترتيب الخاص بقى بفند والإقامة ويكون قريب جداً من ملعب المباراة من ملعب التدريب تفاصيل اللوجستية اللي بالتأكيد بتساعد الجهاز الفني على التحضير لللقاء كمان وقت وصول الفريق بقر الفريق هيسافر الساعة 8 بتوقيت القاهرة يعني يوصل تونس حوالي 11.5 بتوقيت القاهرة يعني 9.5 مساء بتوقيت تونس على مطار قرطاج الفريق مجرد ما يصل التحرك على طول من المطار لفند والإقامة مش هياخد أكتر من نصف الساعة بس مجرد الفريق ما يصل لفند والإقامة كل الإجراءات الخاصة بتسكين اللاعبين هتكون جاهزة مش هتقعد في اللوبي أو في الفندق وقت طويل على ما اللعيبة تطلع للأود لا على طول هيكون فيه يعني تسريع في كافة الإجراءات بحيث أن ما يكونش فيه أي تعطيل لأي إجراء فريق طبعا بقرى هيكون عنده تدريب في ملعب التيتش كل تدريبات وكل الأمور التخصصية هيشتغلها الجهاز الفني النهاردة وبقرى وعايز أقول لكم النهاردة وبقرى المران هيكون مغلق مش هيكون مسموح لأي حد أن يتابع التدريب النهاردة أو بقرى هيتم السماح بس وأول عشر دقائق أنه بيتم التقاط الصور الفوتوغرافية وبعد لقاطات الفيديو في أول عشر دقائق لكن بعد عشر دقائق الأولى النهاردة وبقرى التدريب هيكون مغلق بالكامل حتى اللوحات الإعلانية اللي في ملعب التيتش هتمزل بحيث أن الجهاز الفني يبدأ يافل على الفرقة ويشتغل لمطش الترجي ومش هيتمرن في تونس إلا تدريبتين بس يوم الخميس على ملعب الجامعة التونسية ويوم الجمعة على ملعب رادس يوم الخميس كمان تدريب مغلق والتدريب المفتوح هيكون يوم الجمعة على ملعب رادس أول ربع ساعة لكل وسائل الإعلام وهيكون فيه يعني أحاديث إعلامية لللاعبين خلال الفترة اللي جاية طيب عايز أتكلم على حاجة تانية كمان في هذه اللحظات اجتماع مستمر بقاله أكتر من 3-4 ساعات للاتحاد الإفريقي مع الأهل والزمالك بشأن تنظيم الفاينال اللي هيتلاعب على أستاذ القاهرة سواء فاينال الكون فيدرالية يوم الحد 19 مايو أو فاينال دور الأبطال اللي هيتلاعب على أستاذ القاهرة في مطش الأهل وترجي يوم 25 مايو كل الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا بخصوص نسب التذاكر حضور أعضاء للاتحاد الإفريقي نسبة الكاف قد إيه نسبة الأندية قد إيه كل الكلام ده غير صحيح الحاجة الوحيدة اللي قدر أكدها لحضراتكم أن النادي الأهلي بيحضر هذا الاجتماع وبيمثل النادي الأهلي في هذا الاجتماع الكابتن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة الخدم والعميد على صلاح المنصق الأمني لقطاع الكرة هذا الاجتماع اجتماع على أعلى مستوى مع قيادات ومسؤول الاتحاد الإفريقي سواء في المسابقات أو في التسويق أو في الأمور المتعلقة بالأمور التنظيمية واللجستية لهذا الحدث لأن الأول مرة من فترة طويلة جدا أستاذ القاهرة يستضيف نهائي بطلطين أهم الأهم في الاتحاد الإفريقي نهاية الكنفدرلية ونهاية دور الأبطال إذا تفاصيل الاجتماع والاجتماع انتهى أثناء الحالة هنوفقكم بالتأكيد بكافة التفاصيل ولكن أبقى أكد لكم كل النسب المنتشرة على المواقع والصفحات التواصل الاجتماعي كلها غير صحيحة ولسه الاجتماع مستمر والقالي بيمثله في هذا الاجتماع الكابتن أمير توفيق والعميد علاء صلاح من النادي